ترجمة نانسي قنقر وربعة سنين ونسعة شهر ومدبوح كله يشروي بالدمايات منين نطلي هكا ما عرفتش أنا وردت الفعل ديالي هكا رأي أم رغت تدفع على ولدها رأي مش شلقصة لولدها رغت تاكلك واحد لحظة سفي انتصرت من هكا بغت نشدو كيشدني موالدار وحي البوليسي كيدقع للناس وهو كيتعندات من المون البوليسي يقولي أنا ما غا يمقش هنا أنا ببرة غي خرجني أنا ما غا يمقش هنا يعني ساويت الهدرة ديال الأب مع الهدرة ديال وهو مع هاد الشي اللي واقع دابا أنا ما غا سامحش في حق دماغ ديالي كامل بغت نشوف هنا هادك الإنسان اللي قتلي يا ولدي كيفاش داير كيفاش آه كنت كانت سنة هاد السيد هاد غي يكون بوحد الحالة تخيلته صراحة أنا تخيلته تخيلته غي يكون يعني مكرفس بحالته وبين عديب أنا من هار اللي اشتدت نصر السيد مقتل الحياة نقيف حواجه نقيف صحته يعني وليدي خاص ري العليف لصحيحه أول حاجات السلام عليكم كنشكركم بزاف حاجيت عندي وجدت تسنده دي في هاد المشكل اللي عندي كانت تمنى أنكم توقفوا معي ويقفوا معي المغاربة كاملين والخصص قرية ولد موسى لأن هاد الولد اللي داع عراها ولد المغاربة كاملين هاد الموضوع دا كان كان هدر معك دبو حاسبت بوريشا هاد الموضوع عادة كان وقع نهار ستو عشرين في شهر حداش كانت قتل الولدي نطارق واحد المجرم واحد المسخط الوليدين كان الله يأخذ فيه الحق وهذا النار بقنا معاها تقريبا مدة عام وشهر نحنا كانت نطلعونها بطف في المحكامة وضروف نفسية وضروف شخصية ومشاكين ومزافك حوالي الجمعلي في كل عام الحمد لله تحكم عليها تكسي تحكم عليها بالمؤبات صافي الحمد لله قلت لله ما يك الحمد اخذينا حق له في الدنيا بقي الحق ديالي ان شاء الله في الاخير صراحة حسنا بقي ببردش لانا الانسان مني الانسان مني غادي تاخد ياخد العقب دياله يعني كنقولوا الاعدام يتطبق لو انك الاعدام كيتطبق كانت شوية العفية غتبرد ولكني واحد الانسان مني كيقلس في الحبس كييأكل كيشرب كيشوف والدي كيهضر معاهم بحال ما محبوش شركين في الدنيا صافي يسدينا هذا الموضوع الفين وعشرين الحمد لله عوضني الله خير ولنا كان البناء والعشرين كيف ما كنا في الولى نمو الضر عوضنا الله خير في واحدة البنيتة ولنا كان نتعيشو اولي كانت نتناسى وكانت نتناسى بحقت كل البنيتة التي عندنا باش نتساوا بنصد الوليد ونعيشو حياتنا كيف ما كنا في الأول حتى كان تصدم صدمت حياتي انا دي رف بالي انا المحكمة صفي حكمات المؤباد يعني صفي سدينا هاد الملف سدينا هاد الباب كان كتاشف فرمدان انا جاتني في تاني يوم ديال تاني سيمانة فرمدان كان كتاشف انا جاتني استيدعى واستيدعى المشكلة الكبيرة انا شدها ولدي والدي كان حضر على الجريمة من طاقة سلام عليكم ولي شافه كيفاش تقتل وهو اللي هز والدي هذه الساعة كانت عنه 13 عام والدي كبير دباره ولت عنه بكل 16 عام هو اللي شد استيدعى بيدي هو جيت لقيت الولد بواحد الحالة لها يرتلا نفسيته وحالتها كله كتري عد دم هربلي من وجه جيت العيني خرجون بلاستهم انا ما فهمتوا لانا كسحبني غش حاجة وقعت لما لشي حده وليشي خبار خيبة حتى يعطيني استيدعى غير شديده شفت اسميه دياله وصافيه من دماء حياتي تقلبات حياتي تقلبات يعني هذيك الراحة وذيك النفسية اللي كانت اللي كانت اللي كانت تقاد ولي كانت نعز الحمد لله مزيان ولي كانت باخير في نفسيتي اتشي كامل تشتتلي بسبب هات السيد مشيت تواجهت معه مشيت بوحد الحالة ربي اللي عانم بيه مشيت كالقا نديره في الخيال ديالي ان انا السيدة المدرية تلت سنين غادي يكون يعني بينا علي حالة ديالت كرفيس اولا بينا علي الحالة ديال انه محن اولا بينا علي الحالة ديال انه معدب انه كرفيس واحد وليد اللي ما عنده تشي دم اه كما قلتي اولا ندم على شي حاجة سيد صحة ما عرفتوش المشكلة والله ما عرفتو لو انك المول دره نغي هدر معك نفس الهدر اللي غا نقول انا نغي قول اسا هو احنا مني بدو كيدخلو هادك الناس المحبوسين انا حطت عيني على ثلاثة هو واحط عيني على ثلاثة وهادك الدير الجاري مع معنا ما عرفناش ما عرفناش قصما بلا ما عرفتو حيط لهي اديرو تبدلات تسعين درجة وهادوك اللي كنحنا حطت عينيهم العين كنشوفوهم كي نقصوا يعني كدوزول الجلسة ديالو كيمشيوا واحد شوية كننطقوا بالاسم ديالو ومن ينطقوا بالاسم ديالو كنشوف السيد ما ما ناطش واحد دي كنت انا شاكا فيه شوية كنلقاف الباب بواقف حدا واحد البوليسي ممشا مولدر والو والتبعتو تصور انا موقاش كننطل القادش نوكي قولو لا انا ولا الدماغ ديالي كامل بوت نشوف هنا هادك الانسان اللي قتلي ياولدي كيفاش دير كيفاش اه كتكنت سنهد السيد هذا غيكون بواحد الحالة تخيلتو صراحة انا تخيلتو تخيلتو غيكون يعني مكرفس بحالتو وبين عليب يعني من نهار اللي شتوت صدمت السيد مقدل الحياة مقيف حواجه مقيف صحتو يعني والدي خاصرين علي فلس حيحة ماشي حد شي واحد لانا كان عاف الناس دخلوا للحبس وكان عاف الناس اللي خرجوا وكان عاف الناس اللي خسروا عليهم والديهم اللي مخسرش عليهم والدي كي يتباني عليه تكارفاس صافي وقفت تصور واحد اللحظة كان نشوف فيه ما عرفتوش كان سووا لواحد الشورت احدى يوام صافي دخلت ما وقش كان عرف اسيش كان قول لأن ذلك اللحظة بنت الجريمة كلها قدامي كله تعود قدامي كله 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 تعود قدامي درشة انا قلت كان مشاعر للقادي وكان ضرب لي في الخشبة ونقول لي وش هدا هو هكا هل يعقل انا واحد قتليا والدي وكان ذكر سميته بواحد طريقه وكانت تراعد كله القادي تصدمت طور طلع لي بحالك ويقول يا اه نعم ما فهم والو حد كي عارف انا كان يجوج في ذلك المحكمة اذا ركي تكون عداوة اذا كان تكون شي حاجة بيناتهم احنا معنا عداوة لا والو لحد الان ما كان عافش وليدي الحد الان يجو يدخلوا يدخلوا عندي وقسيم لك يمين ما كان عارفهم طلق معهم في السويقة والله ما كان عارفهم وما بغاش نعارفهم سوف يعني تصور واحد لاحظة كنت كان نشوف فيه مزيان كان حقق لي غير ما بغاش نضلم لك السيد اللي واقف خفت لي يكون ماشي هو واحد لاحظة وليد كان نشوف غير هنا تصور الحاجة وحيدة تحت لي في بالي وما عينيه عينيه ما تبدلوش يعني الطريقة العينين ليش تنار لولو وليش شا سوف يواحد لاحظة عافشة وليد كان نقول لي حسبي يا الله ونعم الواكير فيك سر الله ياخد فيك الحق تفكرت كل شي ووليد كان نغوت موقع تحترمت لقادي لرؤى سأل معه للناس لمحامين لانتشي حاجة تصور انا ديك اه محسي راملتي لديك الناس قسمان بلا تخلاني فرغت ديك شي اللي فقلبي ما هدرش معي وبحكم انا مني دخلت هو واك يقولوا مسكسو سكات لي هدر يخرج يعني بحسي رامل المحكامة انا فاش هدرت ما هدر معي تسواحد يقول لي احسبيلا أمك لو تسواحد اللي عندك ده هذا كل نهار كان عندي جاحيم هذا كل نهار انا صفت للمتاد في المحكامة لكي يجب من السجن من الموحدة لذلك تتجع في كده لا أعرفني أن شفاء بنتي سيتر ب محمد لذلك كنت أخيري وصلتني أن عزيزي لجلب البلد ليس يجب أن يهدر لذلك يطلق ليست ماتوا ليست اجسئة ويجب أن يتواجم فيه لحيا ويجب أن يكون كنت نساش لي انا عاد وليت شوية عندي الصغيرة كنت ردعها بسببه هو ده بقنا هرب لي الحليب ما بقيتش حد الاعصاب ما بقيتش كن ردع بندي مش غدير ردع ردع السم هاد السيد دمرنا هاد السيد رقة صمان بالله هي ما اشي رقتل غا ولدي هاد رقتل عائلة على قدام رقتلي اخوه اللي شاف كل شي لعيني بحكم انه كان عنده في 13 عام ديك الساعة واش كان شي حد لا يقدر يهز واحد 13 عام يهزه عنده وربع سنين وتسع شهور يهزه هو كل ما ما كان بغيش نقوله غنقوله واش غا يقدر انه يهز واحد 13 عام يهزه عنده وربع سنين وتسع شهور وامدبوح كله كيش تروي بالدمايات كيفاش بغيشوا هاد الدريادة كيفاش بغيشوا يطلع في المجتمع هاد الدرينا خرج ليه ليه رقرا يما وقاش كيقرا خرج ليه ما مدراسة كتقل سمعها ساهل يعني السيد مغيب قال سمعنا بحل ما قالش تصفتو يتصخر اقصي منك يمينة بشهادة الناس كاملين اي حانوت كان صفتو يجيب ليه الصخرة مقلوبة عمرها ما كانت فيه عمرها ما كانت فيه حتى ادخل هاد السيد في حياتنا وانا من هاد المنبر انا عمرني مجبت توليدي ويا من حقهم انهم يديروا لي ها استيناف ومن حقهم انه يعطوا لولدهم ومن حقهم مزافة حواش ولكن اعطيوه الى كان هاد السيد انا معدي عليه ولكنت انا ولدي كان معه سكايري ولا كان معه حشاش ولا كان معه كيش فرواوية ولا كان هاد الوليد ما شنود بالواحيد واناو كيخرج ساعة المغانا نعم انت يعني انا ما اصلا ما كان خرج ولادي انا كنت خدام ولدار خدام قت كنت اعطيوا مساعة من السلس السبعة وانا كنا نخرجهم من الرباط كنساري ومن وكلهم ومن شربهم باش ميجبدوش لي المشاكل فالزنقه باش ما يجي تواحد يدق عليها كان في العمر ديالو 4 سنين وتسعة شهور واش واحد عندو 37 ساعة كانت عندو 37 نعم واش واحد عندو 37 نعم مع واحد عندو 4 سنين وتسعة شهور يلا فينا هذا العدل ما فهمتش انه فينا هذا العدل ما هو ضربه ما هو قريسه ما هو سبه ما تسع شي حاجه ولدي قاسك يلعب جاهد المسخط الوالدين ولي كان كان حساس بكل شي عند الله الحمدولي الله تكولية طيام دور الجنة وان شاء الله غدا غدا يلقاه وغادي نفرح به والحد الآن اللي بقى فرحانة به وبقى الخير القدام وربي عوضني خير عمره وربي عوضني خير في بنيتا وما زال خير القدام ونطلب ربي وقف معي ولكن انا اللي بقى في الحال هو انا عائلته ما كانتش كتحضر معه لمدة عام وشهر وحنا ببحنا المكرفسين ما حلتنا نسوي الالم ديال الدري ما حلتنا المحاكيم ما حلتنا البزاف الحواج ها واعوتاني خلونا يعني لك مدة عشر يام صافي قلت سلمت امر يا الله صافي ينوضو هما في عشر يام كدروا استيناف هما مساندين ولدهم هما مساندين ولدهم اه والهضر اللي قال باه رمغة تنساش ليه والهضر اللي قال ولدهم رمغة تنساش ليه وانا حق ولدي رمغة اسمحش فيه الوقيت اللي كانوا جاو الصحفة هنا فيش كانت وقاعة الواقعة مشاوشي الناس كيعرفهم والدار رايوريه والدار ديالك خينا امني مشاق اليوم بقات مهم واقفة قدام الباب جابا دخلها قال لي احنا ما غاليش ما غاليش ما غاليش ما غاليش ما غاليش يحد وانا ولدي رغان دري معه اللي لازم هاد الكلمة قالها الاب قدام الصحافه قدام نسرا شاهدي اه نهار لي كانت وقاعة الواقعة وقاعة نهار الثلاث لاربع الخميس الجمعة تلقيت معا ولدهم جابوا كله مدورين بالفاصمة ومدخلينه في الكاب ديال المحكامه واحنا كنا قاسين تمام واحد لحظه دوزوه انا في الاول ما عرفتش والثاني تفكرت انا هو كاللعصة وهدي عرفته ودير الفاصمة ومنين طلي هكا ما عرفتش انا وردت الفعل ديالي هكاك رايي امه رغت دفع على ولدها رغت تاكلك واحد لحظه سفي نتصرت مناكب بغت نشدوك يشدني مو الدر واح البوليسي كيدقع للناس وهو كيتعندات من المور البوليسي يقول لي انا ما غا مقاش هنا انا ببرا غيخرجني انا ما غا مقاش هنا يعني ساويت الهضرة ديال الاب مع الهضرة ديالو هو مع هاد الشي اللي واقع دابا انا ما غا نسمحش في حق والدي الهو ما عندهم شي كالا رغت بان الهو ما عندهم شي حد اللي غيوقف معاهم رغت بان الهو ما عاطين فلوس رغت بان انا نكا نقول من هاد المنبر رقصة من بالله ما غا دي نسمح في حق والدي احتقد هكا انا الحد الان انا تطيقى بالقضاء ديالنا ويقول لان انا انا قادم تحت جناح المخزن ما عمالني ما درت الفوضة ولو انا كان تحت الروح وقادم تحت جناح المخزن ولكن ما تجيش تلدابا اعدنتو ما بنتو وعدنتو ما بغضت تقديروا المحامي لولدكم انا ما يشرفني انا يكون هادك سيد ولدي ونضع انتو عوض الاندي المحامي انا لو كان ولدي الي تعديع لولدكم والله هي من رحمه قصى من بالله من رحمه ما نعرفوش سافين اعتبروا ميت من هدو خلال الحبس تعديع لوليد بردك العمي كونوا اكيدين انا قصما بالله يمان مغرح موش وما اعقلش عليه ويكا باش انتم ادروا لي محامي ومسافتة اللي استيد خاصرين علي بينها من هاي اديالهم انا انا كنقول هاريكم في الول وفي الاخر انا كان طالب من مغاربة كام نيني سندوني وكان طالب من اي واحد عندو هاد الميل في ديال والدي الله يرحم لكم من والديهم بغسكم تجو من الحق انا ما شاء غنقول لكم اجيوا مني ولا اجيوا من راجلي ولا من والدي ولا اجيوا من الحق واحد عندو سبعة وثلاثين عام غايتعد على واحد عندو اربع سنين ونسعة شهور احنا ندروا غل عمر ما نقولوش نو دار لي ولا شنو كيفاش تكرفس عليه احنا حطونا غلل سن هو لو ان كنتجوج كان غي يولدادك الوليد كان غي يكون قد ولده ومن هاد المينبار كان قول شكرا للناس كاملين لوقفوا معايا وكان شكركم وكان طلب منكم انكم توقفوا معايا وكان طلب من الجمعيات حقوق الانسان وجمعيات ما تقشش ولدي الله يرحم لكم الوالدين انا خلي المرسي اذا كانت شي حاجة وكان شي جمعية بغت توقف معايا ما كرهتش لانا الوليد هذا انا محسب من الاطفال اللي تعدع لي هاد السيد كان طلب الله انكم توقفوا معايا ودعوا معايا لانا بقى محتاج لدعاوة دي لكم لان السيد هذا دمرني عاو تاني وكلمة اللولة والاخراء انا مغانستمعش في حقول دي باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيغي تابونوا معنا في لتين يوتيوب وفعلوا الجرس اشتركوا في القناة